قطاع من أهم القطاعات التي وضعت القيادة السياسية تطويره نصب أعينها وذلك لأهميته الخدمية في حياة المواطنين إنه قطاع التنمية العمرانية الذي يشهد طفرة سريعة تفي باحتياجات جميع شرائح الشعب المصرية المزيد في التقرير التالي يعد قطاع التنمية العمرانية في مصر من القطاعات الديناميكية سريعة النمو والذي يتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي كما يهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية وفقا لخطة عام 2021-2022 فإن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة تبلغ 259.1 مليار جنيه بنسبة 27.10% من إجمالية الاستثمارات للعام المالي الحالي بينما الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي تشكل النسبة الأكبر من استثمارات القطاع بنسبة تبلغ 49% وبمقدار 127 مليار جنيه مقابل 32% للأنشطة العقارية وبقيمة 82 مليار جنيه وتسعة عشر في المئة لأعمال التشييد والبناء بقيمة 50 مليار جنيه من المستهدفة في الخطة الحالية أن يبلغ ناتج قطاع التنمية العمرانية بالأسعار الجارية 1289 مليار جنيه مقارنة بنحو 1161 مليار جنيه في عام 2020-2021 أي بمعدل نمو سنوي قدر 11% ليساهم بذلك بنحو 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2021-2022 حقق قطاع التنمية العمرانية العديد من الإنجازات والتي عكست التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات الكبرى كمشاريع الإسكان الاجتماعي التي تضمنت اعتماد للتصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لنحو 124 مشروعا عمرانيا وخدميا واستثماريا قام على مساحة إجمالية وصلت إلى 75 ألف فدان في 15 مدينة جديدة ما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل كذلك على ضخ استثمارات أجنبية ومحلية للتوطين بها